السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية والشروط الخاصة بالقبول والضابط أن يكون المتقدم سعود الأصل والمنشأ واستثناء من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة العربية السعودية أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلاب الشرف والأمانة أن يكون المتقدم لائقا طبيا وسليما من الأمراض المعدية والعاهد الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة طبيعي شرعي أو نظام المقررات طبيعي إنساني ومن خريج الثانوية العامة للعامة الدراسي الحالي انتظام نهاري ولا يقبل خريج العوام السابقة أن يتم معادلة شهادة الثانوية الصادرة من خارج المملكة العربية من وزارة التعليم اللي يقل المعدل التراكمي عن 80% في مؤهلة الثانوية العامة لا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة أن يكون قد أدى اختبار القطرات العامة وأن يكون حاصلا على طرجة لا تقل عن 70% أن يكون أدى اختبار التحصيلي وأن يكون حاصلا على طرجة لا تقل 65% هل لا يكون مطرودا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب؟ هل لا يكون المتقدم متزوجا من أجنبية؟ أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين؟ بعض التعليمات الهامة بخصوص التقديم والتسجيل سيتم من فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الاتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14-12-1440 وسيقفل التسجيل يوم الأربع الموافق 17-12-1440 سيتم الربط إلكترونيا مع المركز الوطني للقياس للحصول على طرجة اختباري القدرات والقياس سيتم لاحقا العلان عن أسماء المرشحين للقبول مبدئيا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف ووزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية يتم تعبئة الحقول والبيانات بمنتهى الدقة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروع على الطالب القبول الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة وتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة والتي تحمل بيانات غير صحيحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك أدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبولا متقدم سيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لاحقا يبدأ التقديم إن شاء الله كما ذكرنا يوم الأحد 14-12440 واستمر حتى يوم الأربعة 17-12440 أتمنى طبعا لجميع المتقدمين التوفيق شكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر